سيدة عبد المحسن الدكتورة هودة وهي بتكلم عراجت على فكرة التشوية ودكتور الباز برضو فكرة التشوية احنا امامنا قضية كبيرة جدا في مخضية الوعي عشان انشر الوعي بالتأكيد هناك حوامل في ناس بتحمل الوعي للناس اللي هي النخبة بكل اشكالها لكن اللي جاهز دلوقتي الاعلام يعني ما هو جاهز دلوقتي انا بدا المعود ربي في النخب واقول في النخب اللي جاهز دلوقتي حضرتك واللي جاهز دلوقتي انا البكفون بتاعي دي شغلتنا احنا نعمل ايه لان احنا امامنا معضيلة كبيرة جدا اللي هي الوعي بالقضاء دي وتوصلها للناس نعمل ايه شوف حضرتك انت حضرتك بتشير لأخطر قضية احنا بنواجهها اللي هي قزمة الوعي في المجتمع الاعلام له دور خطير جدا وبيعمل للامانة برضو عشان ما نجلش نفسنا ازعم ان الاعلام قام في الفترة اللي فاتت بدور مهم جدا في تغيير اشياء سلبية الذي اسقط الاخوان كان جزء كبير جدا لأعلام مع الشعب طبعا والجيش طبعا لكن الاعلام لعبة دورا رائدا في المسألة دي طبعا في نغامات نشاز موجودة في شواز موجودين في كذا لكن في الاخر اظن ان الاعلام والصحافة تقوم بدور مهم جدا في المحازين المرحلة والمراحل السابقة ودور اخطر في المراحل المقبلة لان الدور الاخطر اللي انتو اشارتو اليه والدكتور محمد اشار اليه بقى فكرة ايه ازاي نحافظ على وحدة هذه الامة وزاي ما نسمحش بتشوية اي جزء منها واي نسيج منها احنا مستهدفين ولازلنا مستهدفين احنا كنا فترة من فترات كانت كيانات الدولة مهددة بالانهيار واعتقد انها لازلت رغم ان لازلت رغم ان خف او بقينا افضل حالا لكن لازل الخطر موجود كيانات الدولة مهددة وحدة الدولة مهددة نسيج الدولة مهددة الفتنة التي يريد البعض بسها للفرقة بين الجيش والشعب موجودة الفتنة التي يريد البعض بسها بين نسيج الامة الواحدة من المسلمين واسحين موجودة الفتنة التي يريد البعض بسها بين ملتزمين وغير ملتزمين ومتطرفين وجماعات جهادية وتكفيرية وجماعات اخرى وشعب عادي وممثلية ويعني الطيف الغالب من الشعب اللي هو الشعب الطبيعي المسلم اللي تحدثت عنه الدكتورة هدى بشكل محترم جدا اللي هو بملوش علاقة لا بالفتنة ولا بغيرها ده التحديات الخطيرة اللي العالم بيقوم بيها ولازم يقوم بيها ولازم يقوم عليها لازم يشتغل عليها ويشتغل عليها اكتر واكتر ولازم يبقى عندنا المساحة للشغل عليها اكتر واكتر صحافة ازاعة تلفزيون بالاضافة بالتعاون مع كل مؤسسات الدورة